مرحبا بحضراتكم مرة تانية وأكيد عندنا كلام كتير قوي في حلقتنا النهاردة بس خلوني أبدأ بأن أنا أطمن حضراتكم على الفريق وأن الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قال أنه بتم تجهيز ملف طبي خاص بالفريق الحقيقة النهاردة مفروض كان فيه تمرين للعيبة النهاردة وكان فيه كلام كتير قوي بين موسيماني وبين اللعيبة وكان فيه تأسيم الحقيقة ومحاضرة عقدها موسيماني مع اللعيبة واتكلم معهم أكتر عن الجانب الإيجابي وأنه قدئين مفروض نفسيتهم تبقى أو روحهم المعنوية تبقى عالية جدا لفترة دي وإحنا دخلين على فترة كاس العالم للأندية غير طبعا مباريات الدوري تتفق تختلف على مستوى أدايا الأهلي في الفترة الأخيرة مع بداية انطلاقة الموسم ولكن الحقيقة المكسب بيجيب مكسب ولغاية لما اللعيبة يحصل بينهم الانسجام ويقدروا يهضموا فكر وفلسفة وطريقة مستوى موسيماني ويحصل حالة الانسجام كمان بينهم خدوا بالحضراتكم يعني فيه لعيبة بتلعب جنب بعض الأول مرة عدد كبير يعني الفريق مش داخل عليه لعيب ولا اتنين ده هم نتكلم على يمكن نص فرقة تقريبا دخلت على النادي الأهلي ولسه بيلعبه مع بعض الأول مرة وبالتالي حالة الانسجام لغة الكورة لغة العيون اللي مطلوبة اللعيبة ما بتكلمش بعض في الملعب بس فاهمة مين بيتحرك فين ومين عايز ايه من اللعيب اللي جنبه وازاي تظهر وازاي تستلم وازاي تتحرك اللغة اللي مش مسموعة ولا مقرية دي لسه ما بقتش موجودة بشكل كبير وإن كنا نتمنى أنها تحصل في أسرع وقت ممكن طبعا حالة الانسجام بين العيبة النادي الأهلي لأنه على المستوى الفردي أنا ما عنديش شك الحقيقة في قدرات نجوم النادي الأهلي في كل المراكز الحقيقة حالة التدعيم اللي حصلت عليها فرقة النادي الأهلي وهم أبطال أفريقيا أعتقد كانت محترمة جدا وأعتقد مؤثرة جدا وكل الأسماء اللي انضمت لفرقة النادي الأهلي إن شاء الله مع وجود حالة الانسجام ومع أنه مصر مسماني يقدر يستقر على التوليفة المناسبة وطريقة اللعبة المناسبة هنشوف إن شاء الله بإذن الله كرة أحسن بكتير لكن رغم كل ده خلينا نقول أن عروض النادي الأهلي لغاية النهاردة مرضية إلى حد كبير وخصوصا أنه إحنا ما فقدناش غير نقطتين بس في مشوار الدولي وإن شاء الله بإذن الله تستمر مسيرة الأهلي والفوز